المطالب في الخليج بأن تكون المنطقة مشاركة بأي تسوية مع إيران كما ذكرنا هنا هل هذا وارد لدى إدارة ترامب؟ موقف إدارة ترامب من هذه المسألة لم يطرح من قبل لأنه مؤخرا فقط بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال هناك أصواته طالب بأن يكون للدول العربية ودول الخليج المجاورة لإيران في البقام الأول دور أساسي في أي محادثات بخصوص مستقبل البرنامج النووي الإيراني ويسترشد هنا بالمحادثات التي جرت لمدة سنوات مع كوريا الشمالية وكانت تعرف بمحادثات سداسية الأطراف شاركت فيها أطراف دولية وأيضا أطراف إقليمية مثل اليابان والصين وروسيا لأن هؤلاء الجيران معنيون في المقام الأول بهذا البلنامج النووي وهم كما يقول المثل هم في خط الدفاع الأول هذا ينطبق على الدول العربية أيضا لا يمكن أن نتخيل أن تكون ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا معرضة لخطر أكثر من السعودية أو الإمارات أو البحرين أو الكويت من خطر البلنامج النووي الإيراني أريد أن أعرف منك أيضا أكثر دكتور عيماد هل هناك في واشنطن موقف يشجع أو حتى لا يحبز أي حوار خليجي إيراني حتى الآن لا أعتقد أن هذا موجود أصلا أنه لم يطرح من قبل أي طرف حتى الآن ولنا أن نسترشد في ذلك أيضا بالخلاف القطري الخليجي على سبيل المثال وليات المتحدة حاولت وفشلت المشكلة مع الموقف الإيراني أن إيران تتحدث كثيرا عن أهمية التفاهم بين دول المنطقة وأن الأمن الإقليمي معني به في المقام الأول لهذه الدول ولا داعي لاستقدام قوة أجنبية إلى آخره هذا كلام معسول وكلام في الحقيقة فارغ لأنه يتناقض تماما مع الأفعال الإيرانية والأفعال أهم من الأقوال رأينا كيف تقوم إيران أو قامت في خلال السنوات القليلة الماضية بزعزعة الأمن والاستقرار إيران متوغلة في أربع دول عربية على الأقل على أسس تخريبية على أسس طائفية ومن ثم قبل أن نصل إلى عتبة أي حوار ممكن كما تدعو إيران من آن لآخر لا بد أن تضرب إيران المثل بأفعالها قبل أخوالها